حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة نحن الآن في هذا الشهر الكريم أفضل مناسبة لترك الدخان بالنسبة لأحبتنا المدخنين أنا حقيقة قبل أكثر من عشرين عاما تركت الدخان قبيل رمضان والحمد لله وجنيت فوائد كثيرة جدا وأحب أن أفيدكم بهذه الفائدة أولا قبل أن أبدأ أيها الأحبة أنا وضعت على الشاشة هنا خلفي صورة لرئة مقطع عرضي في رئة أو مقطع طولي عفوا هكذا في رئة لإنسان غير مدخن انظروا لون وردي أحمر الدم يتدفق بسهولة وقارنوا مع هذه الرئة السوداء انظروا أيها الأحبة أسود رئة سوداء متهالكة تالفة انظروا الدم لا يستطيع أن يتدفق بصعوبة هذه رئة المدخن وهذه رئة إنسان غير مدخن فقط انظر إلى هذه الصورة يا من أدمنت على هذا التدخين واعلم أن آثار التدخين يعني إذا كان إذا كنت مدخنا لمدة مثلا خمس سنوات أو عشر سنوات ستجلس عشر سنوات لتتخلص من آثار التدخين نهائيا لأنك تدمر يعني تصور أخي الحبيب أنت في غرفتك هنا في بيتك تضع النفايات والمواد الملوثة والسموم على مدى عشر سنوات ما الذي سيحدث في جدران المنزل رائحة المنزل ما الذي سيحدث دمار هل معقول أن أحدنا يدمر نفسه ثم يأتي بعض الناس يقول لك التدخين حلال غير محرم طب كيف أن الله قال لي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم والنبي قال لا ضرر ولا ضرار إذاء النفس ممنوع إذن لماذا حرم الله الانتحار يعني من يأخذ سما يعذب به في نار جهنم من يأخذ سما فيموت ينتحر يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طب أنت الآن تأخذ سما ولكن بطيء جرعات خفيفة على مدى السنوات ستموت قتلا بسبب الدخان لذلك أيها الأحبة الصعوبة أين تتمثل الصعوبة أحبتي في الله تتمثل في الحالة النفسية للمدخن القضية ليست قضية إدمان ويصعب التخلص منها هذا الكلام غير صحيح الصعوبة هي الحالة النفسية أن المدخن لم يدرس حالته النفسية جيدا هو يتخيل أنه لن يستطيع أن يأكل أو يشرب أو ينتظر أو يعالج همومه أو أن يسهر أو كذا إلا مع الدخان لأن الدخان عود نفسه أنه يأخذه في كل المناسبات في الفرح والحزن والتأمل وبعد الطعام وبعد الأكل الدسم وبعد كذا وأثناء الاستماع للموسيقى وهي محرمة طبعا وعندما ينظر إلى فتاة جميلة يتأملها وهذا محرم أيضا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أيضا يعني السيجارة تدخل في كل المناسبات فالوضع النفسي لمن يريد أن يترك الدخان سيكون كما يلي سيقول أنا كيف سأقلم جسدي مع كل هذه المواقف من دون دخان هو ليس موقف واحد مئات المواقف تتطلب أن يدخن وبخاصة إذا كان يدخن عشرين سيجارة في اليوم وقلنا إن الدخان يقصر العمر ويسبب عدة أنواع من السرطان ليس فقط سرطان الرئى بل سرطان القولون وصرطان المري وصرطان الفم هناك صور كثيرة منشورة أيها الأحبة لأنواع السرطانات التي يسببها الدخان الإدمان على الدخان يشوه حتى الشريط الوراثي لديك DNA يشوهه الدخان أيها الأحبة يعني أهم جهاز لديك هو الرئتين يضغط على الرئتين ويدمر هاتين الرئتين ويحرمك من سعادة النفس العميق تحرم منه تماما طب لماذا يعني ما الذي يجبرني أن أستمر وبخاصة أن هناك حديث أنا شخصيا أعانني على ترك الدخان أيها الأحبة الحديث قوي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن العبد ما يعني ما ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه فثق تماما أخي الحبيب لا تترك الدخان من أجل المضار والمنفعة كلنا سيموت في النتجة اترك هذا الدخان من أجل الله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل طهارة فمك وأنت تقول يا الله ألا تدعو الله ألا تقول يا رب أرزقني كيف يخرج هذا الريح الخبيث من فمك هناك ملائكة تهرب تنفر تنفر من رائحة الدخان الخبيثة إذن أيها الأحبة الطريقة المثالية لترك التدخين أن تقول إن الحالة النفسية لي اجلس كل يوم وبخاصة قبيل النوم تمارين نفسية سأدربكم عليها تقول أنا سأترك هذا الدخان ابتغاء وجه الله وبالنسبة للوضع النفسي الذي أنا أخاف منه أترك هذا الوضع على الله لا تضغط على نفسك وتقول سأتركه الدخان وفي اليوم التالي ستحدث لديك مخاوف نفسية ثم تعود بسرعة لا 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 بهدوء قل أنا سأترك الدخان لله تعالى وكما كنت قبل الدخان أستمتع بهذا النفس وكنت أشرب الشاي والقهوة وأكل الطعام وأستمتع من دون دخان فأنا قادر أن أعود لأستمتع أكثر من دون دخان كما أن هناك دراسة أيها الأحبة وجدت أن المواد الموجودة في الدخان تؤدي لتشويش في الدماغ يعني الدخان لا يساعدك على التركيز كما يظن الكثيرون يظن الكثيرون أن الدخان يساعد على التركيز والتأمل لا 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 أبدا بالعكس هذه المواد الموجودة في الدخان النيكوتين وغيرها تدخل حتى تصل إلى بعض خلايا الدماغ إلى خلايا الرئتين خلايا لأنها تختلط في الدم وبالتالي قل أنا سأتوكل على الله وإن لم أستطع سأعود لا مشكلة أعود ثم أترك ثم أعود ثم أترك حتى يشاء الله لا تيأس لا تترك الشيطان يخوفك يقول لك أنت لن تستطيع غدا ستتعرض لمشكلة وكيف ستتخيل نفسك من دون دخان هكذا يوسويس لك قل لا أنا إذا فشلت سأتوكل على الله وأعيد مرة أخرى أصمم أن أتركه مرة أخرى فشلت في المرة الثانية حتى ألف مرة حاول حتى ألف مرة النملة تحاول ألف محاولة من أجل محاولة ناجحة على فكرة لا تيأس كل يوم حاول قد يمن الله عليك إذا علم فيك صدقا أن تتركه من أول مرة وانتهى الأمر وتستمتع بحياة آمنة لا يوجد مدخن يستمتع بنفسه لأن أهم جزء في الإنسان أهم جهاز هو الجهاز التنفس أنت الجهاز الهضمي يمكن أن تجلس ساعات بلا طعام ولا شرب أيام أحيانا الجلد إذا احترق يمكن أن يعالج كذا من دون نظر يجلس الإنسان هناك كفيفو البصر يعيش من دون سمع أما من دون رئتين لا يستطيع أن يعيش من دون هواء لا يستطيع الأكسجين إذا انقطع عن الدماغ لدقائق معدودة يموت الإنسان أخطر جهاز في الإنسان هو الرئتين أيها الأحبة هو الذي يحدد الحياة والموت على فكرة الرئتين تغذيان القلب والدم والدماغ بالأكسجين وتغذيان أيضا كل أعضاء الجسد الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي والكليتين وكذا أيضا تغذيه بالأكسجين لأن الأكسجين يتحول إلى طاقة في النتيجة وهو ضروري لعمل خلايا الجسم فأنت بتدخينك هذا تدمر أهم جهاز أكرمك الله به وهو الرئتين إذن أيها الأحبة والله اترك هذا الدخان لله ومنذ هذه اللحظة وستجد سعادة لا توصف أنا جربت ذلك أنا جربت ذلك ووجدت السعادة وابتعد عن المدخنين على فكرة ولو مؤقتا لمدة أربعين يوم فقط يعني الفترة الحارجة أربعون يوما أنا حسب تجربتي هذه الأربعون يوما ابتعد عن مظاهر التدخين والمدخنين قدر مستطاع واستغل صيام هذا الشهر صيام رمضان إذا كنت خارج رمضان صم معظم أي شهر يعني ابدأ بالصيام الآلية القوية لتجنب آثار التدخين هو الصيام قلنا إن الصيام يخلص الجسم من السموم ويخلص الجسم من الإدمان لأن الخلايا ستنشغل بأشياء أخرى ما يسمى بالاستشفاء الذاتي أو الشفاء الذاتي أنت إذا الخلايا كانت متخمة بالغذاء ستبقى مدمنا على هذا الدخان جوع هذه الخلايا وابدأ بالصيام ستجد أخي الحبيب أنك خلال أربعين يوما أصبح الوضع طبيعي وأقول لك ستبقى سنوات بعد ذلك وأنت تارك للدخان ولكن آثاره تبقى ويتم تنظيف الرئتين أوتوماتيكيا ولكن سيبقى الأثر لسنوات ولكن بعد ذلك ستجد ارتياحا نفسيا تجد سعادة تجد أن دماغك أصبح أفضل لأن كمية الأكسوجين التي تصل إلى الدماغ أكبر يعني تصور سيارة مثلا سيارة أخي الحبيب العاد يعني المحرك أو غرفة الاحتراق المكان الذي تأخذ منه الأكسوجين أو الهواء مليء بالنفايات ومليء بالفحم وكذا تجد أن هذه السيارة لا يوجد فيها عزم لا يوجد فيها قوة دفع قوة ضعيفة تجد صوتها سيء يعني صوت قوي مزعج ويؤثر ذلك على المحرك وعلى بقية الأجزاء المسننات وكذا فعندما تنظف فلتر الهواء تنظف حجر الاحتراق تنظف الصمامات تنظف كذا كذا أجزاء السيارة وأجزاء المحرك تجد أن هذه السيارة انطلقت بسرعة وأصبح صوتها هادئ كذلك جسمك أيها الإنسان عندما تترك الدخان تماما من أول ليلة ستشعر بالفرق يعني لا أقول لك بعد شهر أو سنة من أول يوم ستشعر أن هناك شيء ثقيل وبدأ ينزح ولكن احرص عاهد الله أن تترك الدخان أربعين يوما والرقم أربعون له إعجاز أيها الأحبة ليس مكانه هنا له سر وإعجاز عاهد الله أن تترك الدخان أربعون أربعين يوما وأن تصوم معظم هذه الأيام الأربعين وتأكل التمر كغذاء رئيسي لأن التمر يعتبر في الطبيعة أقوى مادة لتخلص الجسم من السموم إذن الصيام والتمر وشرب الكثير من الماء والابتعاد عن جو الدخان والمدخنين والالتفات حاول أن تحفظ القرآن لأن لديك وقت فراغ حاول أن تبدأ تستغل يعني أنا تجربتي هذه أيها الأحبة أنا أسرد لكم تجربة يعني عوضني الله بدلا من بعض الأشياء التي كانت موجودة وهي سيئة عوضني الله بالقرآن وبحفظ القرآن وبتأمل القرآن وتدبر القرآن والقرب من الله سبحانه والسعادة الكبيرة جدا التي لا أستطيع أن أصفها إلا من عاشها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بذلك أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أخ على ترك هذه المادة السامة المحرمة أنت تأخذ مادة محرمة أنت بأخي الحبيب لا يخدعنك بعض من يفتي ويقول لك لا يوجد دليل شرعي لأنه في زمن النبي لم يكن هناك دخان النبي حدد لنا ما هو الحرام قال كل مسكر خمر كل مسكر أي كل ما يذهب العقل هو خمر ليس الخمر فقط يعني العصير العنب المخمر وكذا لا كل مسكر خمر حتى المخدرات هي خمر وكل خمر حرم وكل مسكر حرم وفي حديث آخر مكمل لهذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرم أنا أتحدى أي مدخن أن أضع له عشرين سيجارة فقط عبوة واحدة ويأخذها دفعة واحدة ولينظر ماذا سيحصل في دماغه وهذه تجربة قام بها العلماء إذا أخذت عشرين أو أربعين سيجارة المواد التي فيها أدخلتها دفعة واحدة ستدوخ ومثل المخدرات تماما إذن ما أسكر كثيره فقليله حرم هذا دليل على أن الدخان حرم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ترك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وأن يكرمنا بمرضاته عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق